وصل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزر المقر بحفظ الله ورعايته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة تلبية لدعوة تلقاها سموه من أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة يجري سموه خلالها مبحثات تتناول الموضوعات التي تعزز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين إضافة إلى استعراض مجمل التطورات الإقليمية والدولية وكان في استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى وصوله إلى الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نايف ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة الشقيقة وسعدت شيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة وقد أدى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى وصوله المملكة العربية السعودية الشقيقة بالتصريح التالي يسرنا ونحن نحل على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة مهد الرسالة بلد العروبة أن نعرف عن سعادتنا البالغة بزيارة هذا البلد العزيزة حيث ستشكل هذه الزيارة فرصة غالية نلتقي فيها بأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود عاهل المملكة العربية السعودية لنتباحث حول الموضوعات التي تمد في أفق العلاقات الخاصة التي تربط بين بلدين الشقيقين والتي تسند على تاريخ مزهر ووشائج قربة ووحدة مصير تعطيها الزخم باتجاه المزيد من النماء والتطوير بالإضافة إلى بحث التطورات الراهنة التي تشهدها الساحة الإقليمية والعربية والدولية والتي تستدعي منا جميعا التحرك وتبادل وجهات النظر فيما بين الأشقى لاتخاذ موقف موحد يراعي مصالح الأمة العربية الوطنية والقومية ويحفظ الأمن الإقليمي والدولي المترابط الحلقات وتمثل العلاقات الرسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية نموذجا مشرقا على الصعيد الخليجي والعربي فهي علاقات ممتدة في تاريخ البلدين والمواقف المشرفة لكل منهما باتجاه الآخر تعكس الخصوصية التي تمثلها هذه العلاقة وما تحظى به من دعم وأسناد من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة عاهل البلاد المفدة وأخيه خادم الحرمين الشريفين ونجد أن هذه للمناسبة فرصة لنعبر عن عظيم الاعتزاز والتقدير بالدور الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في محيطها الخليجي وفي الشأن العربي والإسلامي حيث أن المملكة حماها الله وأدام عزها وعز حكامها الكرام عادت للأذهان قوة العرب وأعلت من الكرامة والعزة العربية وردت بحزم على التدخلات الخارجية في جمهورية اليمن الشقيقة وأحية الأمل في غد عربي أفضل ونؤكد أن البحرين تقف قلبا وقالبا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في نصرتها للقضايا العربية والإسلامية وفي وقف التدخلات الخارجية في الشأن العربي الداخلي وفي صد محاولات النيل من الجهود الجبارة التي تقوم بها المملكة الشقيقة على صعيد جعل السعودية كما هي قبلة للمسلمين قبلة للإزهار والمعرفة والتنمية أيضا بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ومؤذرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إننا نزور المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم وقلوبنا مجتمعة مجددين عهد الإخاء والوفاء والسؤدد متمنين للمملكة الشقيقة وشعبها العزيز كل تقدم والزهار في ظل قيادتها الحكيمة